ستمائة الف اسرة ستستفيد من عملية توزيع الدعم الغذائي لشهر رمضان لهذه السنة بتعليمات من العاهل المغربية بزيادة مائة الف اسرة مقارنة مع العام الماضي وهي عملية تقدر تكلفتها بخمسة وثمانين مليون درهم تهدف بالاساس للحد من الاثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا في المغرب وتخفيف من الاحتياجات الغذائية المرتبطة بشهر رمضان هذه العملية على غرار السنوات الفارطة تخضع دائما الى شروط صنظيمية محكمة في اطار لجن اقليمية محلية تعمل على ان تمر هذه العملية في سلاسة حتى تصل المواد الى المستفيدين منها في اطار هذه العملية سيتم تزويد حوالي ثلاثة ملايين شخص من الفئة الاكثر احتياجا بالمواد الغذائية لا سيما النساء الارامل والاشخاص المسنين والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المنحدرين من الاوساط الفقيرة والقروية بثلاثة وثمانين اقليما وعملة بالمملكة هذا مبادرة جدت فوقت ديالها مع الحصارة ديال كورونا والمسائل فانت من النواد وتنطلب من سيدنا الله ينصره الله ينصره الله يزيده في الصحة دياله مساعدك انا الحمد لله نشكره بها الحمد لله نشكره من المالك ديالنا كيعاونه كيععرف المساكن كيععرف فقارة ديالنا طلب ربي الله ينصره يعطيه صحيحة والحماية والنظافة قصد ضمان سلامة المواطنين وفق التعليمات الملكية السامية ستتم هذه العملية حسب الشروط الصحية المعتمدة للحد من تفشي الوباء وذلك قصد حماية أمثل للمستفيدين وسيتم إبلاغهم بالإعانات إلى مقرات سكناهم لتفادي التجمعات المحتملة وسيتم الاعتماد في تنفيذ هذه العملية على اللجان الإقليمية والمحلية التي تسهر على تحديد لائحة المستفيدين وتوصل بالمواد الغذائية ومراقبة جودتها قبل تسليمها للمستفيدين وتوصلها مباشرة إلى منازلهم